أشيد بموقف النادي الأهلي الموقف المحترم من لجنة الكورة بالنادي الأهلي التي قدرت قيمة مصر وأن قيمة مصر ودوره الوطني كان مهم جدا أنه يبقي على محمد أبو تريكا وعلى عماد متعب مع المنتخب الأولمبي أحمد فتحي زي ما أنتم عارفين كده كده كان باقي بسبب حصوله على الإنذار التاني وأن مباراة شيلسي ومباراة مازينبي وأي مباراة في أفريقيا ليس لها نفس قيمة وإنجاز الوصول للأولمبياد والوصول للدولار أربعة وتحقيق نتيجة يتكلم عنها العالم كله إذا فوزنا على اليابان فهي نقطة تحول في قرة القدم المصرية إذا فوزنا بميداليا برونزية أو فضية أو زهبية هنكون حديث العالم كله وستصبح كرة القدم المصرية هي حديث العالم كله كل الضوء مصلت على الأولمبياد إذا استطاع هذا الجيل أن يحقق ميداليا سيصبح أهم جيل في تاريخ الأولمبياد التي بدأت سنة 1896 وتم اعتماد كرة القدم كلعبة رسمية في الأولمبياد سنة 1908 وشارك على المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه في الأولمبياد سنة 1920 في بلجيكا الجيل قوعوا تفرطوا في اللي انتوا وصلتوا له وبقول مبروك لهاني رمزي ده الجدول المباريات سوريا المكسيك والسنغال البرازيل وهندراوس بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان ومصر إحنا كده هنلعب في كسبان من مكسيك والسنغال على أموم على أموم اللي عايز أقوله لكم أن منتخب السنجالي عمل نتاج رؤية